حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني جعفر بن عمري بن أمية الضمري وعن أبي سلمة بن عبد الرحمني عن جعفر بن عمري بن أمية عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمري بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن جعفر بن عمري بن أمية الضمري أخبره أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين حدثنا أبو عامري عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرني جعفر بن عمري بن أمية عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين حدثنا أبو عامري حدثنا فليح عن الزهري قال حدثني جعفر بن عمري بن أمية عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل عضوا ثم صلى ولم يتوضى حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شيهاب حدثني جعفر بن عمري بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات فدوعي إلى الصلاة فطرح السكين ولم يتوضى حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا حيوة أخبرني عياش بن عباس أن كليب بن صبيح حدثه أن الزبريقان حدثه عن عمه عمري بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس لم يستيقظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرجعتين فركعهما ثم أقام الصلاة فصل حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن أبي شيبة بالكوفة قال حدثنا جعفر بن عون عن إبراهما بن إسماعيل قال أخبرني جعفر بن عمري بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وحده عينا إلى قريش قال جئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون فرقيت فيها فحلت خبيبا فوقع إلى الأرض فانطبذت غير بعيد ثم اتفتت فلم أرى خبيبا ولا كأنما ابطالعته الأرض فلم يرى لخبيب أثر حتى الساعة قال أبو عبد الرحمن وقال ابن أبي شيبة لنا فيه عن الزهري وأما أبي فحدثنا عنه لم يذكر الزهري وحدثنا هو ابن أبي شيبة بالكوفة فجعله لنا عن الزهري ترجمة نانسي قنقر